اهلا بك اصدقاء اليوتيوب النهاردة هنتكلم على اخر اخبار العملات الرقمية وهنتكلم على فيه موعيد محددة هنتكلم عليها هتأثر في اسعار العملات الرقمية وهنتكلم على تعليق محامي جون ايديتون المحامي المعروف محامي الXRP او محامي العملات الرقمية تعليقه على قضية شركة الريبل ضد الاس اسي وهنتكلم موضوعات مهمة فاركزوا معي نهاية الفيديو بس قبل ان نبتد يفكركم دعمكم للقناة بعمل لايك وشير الفيديو واشترك في قناة لو حبيتوا تفعل الجلس وصولك كل جديد وتعروا بعينها سندوا الوصف تحت الفيديو فيه معلمات مهمة لكم فيه الروابط الاصلية للتسجيل في منصات الدولة والعملات الرقمية زي منصة كيو كوين ومنصة باينانس احذروا الروابط المزايفة للمنصات نبتدي عشان ما تقولش أليكم فيه اول حاجة نتكلم عنها مؤشر الخوف والجشع عام العشرين الخوف شديد يا جماعة فيه تغييرات فيه احداث حتحصل اليومين دول فركزوا معايا في الكلام اللي حنقوله قبل الاسعار بتاعة العملات الرقمية عملة منصة كيو كوين عملة تسعة دولار فوق تسعة دولار كانت نزلت عن تسعة وصلت كالتمانية وتمانين سنت وارتفع التاني عملة بيتكوين عملة فوق تسعتاشر الف دولار ودي حاجة كويسة يعني لحد ما مستقرة وعندك الاسيريام عامل 1327 الاكسار بي عامل 43 سنت مستقرة لحد ما بعد التصحيح بعد الارتفاع اللي حصل 55 سنت ونزل تاني عمل تصحيح على 340 سنت البيين بي عملة منصة بينانس عملة 275 دولار تمام عايز اقول لكم حاجة جماعة التسجيل في المنصات بالنسبة للمنصات دلوقتي احنا في بير ماركت الناس خسرانة فلوسها فيه ناس بتجمده فلوسها فبدل ما انت فلوسك موجودة على المنصات ممكن تستغلها اول حاجة ان انت ممكن تعمل ممكن تعمل تحط تحط عملات الرقمية وتاخد عليها ربح تمام لو مش حابب الكلام ده عموما تسجيلك في المنصات يا جماعة منصات بي نانس بتقدم حاجات خدمات كتيرة وفيه يعني هنا بص شايف بتقدم كذا واحد كسب 50 دولار من عملة وفيه منصة كيو كوين مثلا ده الاحتفال لسه الخمس سنين عيد ملادها الخمس سنين فتمت خمس سنين فبتقدم عروض قوية جدا لكيو كوين فلوس كتير جدا واموال كتيرة يوز دي تي كتيرة وعملات كتيرة فعدهم فرص اندمكم امكانيات كتيرة جدا في منصات باينانس وكيو كوين ان انت ممكن تحقق ارباح من ما فيش من الهوى مجرد ان انت مسجل وحتت عامل اداع في المنصات وعملت تداول بسيط في المنصات ممكن تحقق ارباح قوية على المنصات بدل ما في البير ماركت الموضوع راكد في ركود عندنا في الاصعار في العملات الرقمية تمام اول خبر نتكلم فيه بقى نتكلم على في منصة اكتشفوها انا بتعمل غسيل اموال وانا شايف انها كله بيعمل غسيل اموال في معظم فده طبعا منصة بيت كاب فده في تايلاند فده طبعا منصات كتير وابنوك كتيرة بتشتغل في غسيل الاموال بس هم لا مجيوا بيعايزين يعملوا مشكلة لحد عشان يستغلوه او البنوك عشان تبرق نفسها من غسيل الاموال دايما بتتهم الاخرين بغسيل الاموال تمام الخبر التاني ده جيرين باول طبعا عارفين الفدرالي الامريكي مع واحدة اسمها كريستين لاجارد اللي هي مديرة البنك المركز الاوروبي بيكلموا على عملة سي بي دي سي العملة الرقمية للبنوك هم عايزين يعملوها وبيحاولوا يمدحوا فيها الفترة اللي فاتت دي الفترة الحالية يعني عايزين يصرعوا في السي بي دي سي في الاستهدام السي بي دي سي للبنوك وطبعا في تعليق من واحدة كاتبة مشهورة وعملة كان لها كتب لايا هيل بيرن لايا دي بتتكلم على زي ما أنا قلتلكم قبل كده فاكري اللي قلتلكم المنظمة بتاعة ورود ايكونوميك فورن دي مع رؤساء الدول عايزين يسيطروا على العالم تأثير قوي فهي بتحذر من عملة سي بي دي سي ان هم عايزين دي شر عملات البنوك دي هتكون شر وعايزين يسيطروا عليك عن طريق عملات البنوك لان انت لو معاك سيولة خارج البنوك دلوقتي حاليا ممكن تنقذك لو البنك جمت حساباتك مثلا ولكن لما في عملة رقمية مش هبقى معاك سيولة نقدية في البيت او في الشغل او في خزنة مثلا لأ العملات كلها نقدية عندهم هما فعرفوا يتبعوا ويقرروا يقفلوا حسابك امتى يجمدوا حسابك امتى يعرفوا انت في انهي دولة يعرفوا انت بتشتري ايه وتبيع ايه عايزين يعقبوك ممكن يقفلوا حسابك فهم عايزين يوصلوا للمرحلة دي فعملة السي بي دي سي دي طبعا هتبقى اقصى قصوة على الشعوب الفترة اللي جاي حتى ابن جونالد ترامب ابن دونالد ترامب كان بيتكلم على الكلام ده بيقولك مش هيكونوا سعادية غير لما يسيطروا علينا في كل حاجة على انت جورين باول مدير الفيدرالي الامريكي بيتكلم على العملات سي بي دي سي هي مش زي بقية العملات اللي هي مش معروفة المصدر لكن دي عملة معروفة المصدر فكلام ده بيتكلموا تعليقات على الكلام ده فده طبعا في منتهى الخطورة بس في حاجات جميلة هنتكلم عليها زي الخبر ده مثلا الخبر ده في ديليتي بيقولك اللي صندوق مؤشر البيتكوين اشترى حوالي اتنين وستين فاصلة اربعة وثمانين مليون دولار بيتكوين فده فين الكلام ده يعني عند الوقت السندوق ده بيشتري بيتكوين يعني في مؤسسات بتشتري البيتكوين بكيميات كبيرة فانتو عندكم الكلام ده الخبر ده يطمننا ان المستقبل للعملات الرقمية قوي مش زي ما هم بيحاول وصلوا لنا ان المستقبل العملات الرقمية سيء والكلام ده احنا في بير ماركت عالمي مش بس في العملات الرقمية وفي الاسهم يا جماعة وفي كل الاستثمارات يعني فيه تخوف قوي جدا بالنسبة للتواريخ بتاعة بكرة وبعده يوم 29 و30 الفيدرالي حيحدد حيقدم تقارير على اساس التقارير دي حيحدد حيرفع الفايدة بنسبة اعلى ولا نسبة اقل فده حيأثر في حيأثر علينا في الفترة اللي جاية يومين الجاين دول بكرة وبعده غالبا يوم الخميس على الويك اند خميس والجمعة حنبتدي نشوف تزبزب في الاسعار لو الاخبار جيدة الاسعار هتعلى لو الاخبار سيئة في التقارير هتلاقي الاسعار نزلت فانت لازم تبقى مركز في الاخبار الاسبوع ده بالذات فيه فيه اخبار فيه تقارير ولا معاكم طبعا يوميا تعليق المحامي جون ايديتون على موضوع قضية شركة الريبل ضد الاس اي سي زي ما انتو شايفين دلوقتي هو التعليق هنا بيتكلم على انا كنت فاكر ان القضية بتاعة الاس اي سي ضد شركة الريبل اقوى من كده بكتير وبعد كده لما اطلعت على القضية اكتشفت انها قضية ضعيفة جدا فده برضو ده بيخلينا نتطمن على مستقبل قضية شركة الريبل ان القضية في مصلحة شركة الريبل مش ضد شركة الريبل فده برضو خلينا نتطمن فبقول لكم تطمنوا الاخبار يعني زي ما انتو شايفين الاخبار كلها رائعة فيه اخبار سيئة فيه طبعا انهيار اقتصادي فيه ركود فيه بيرج ماركت فيه الاسوم وفي العملات الرقمية مش عليك انت وحدك فانت بس اهم حاجة الصبر هو ده اللي حيخليك تفوز في النهاية والاستثمار على المدى البعيد هو ده اللي خلينا نحقق ارباح خرافية في المستقبل بس اهم حاجة انا شايف دلوقتي وجد نظر شخصية طبعا انا مش خبير مالي ولا حاجة بس اي مبلغ اي حاجة عندك موجودة عملات رقمية موجودة على نصات ممكن تستغلها في السيفنج او الستيكينج والكلام ده وتاخد عليها ارباح تاخد عليها نسب فده طبعا حاجة بدل ملفلو العملات موجودة وما بتعملش بها حاجة على المنصات ياما تسحبها على منصات على محافظ بردة وده طبعا اضمن حاجة ياما لو موجودة على المنصات وزحها على اكتر من منصة كلنا عملين الكلام ده يا جماعة كلنا عندنا حسابات ومنصات كتيرة للامان وموزعين العملاتنا على اربع خمس منصات بحيث لو في منصة فيهم وقت قفلت يبقى بقية العملات في امان تمام بس العملاتك موجودة على المنصة ما تسيبهاش كده في المحافظ وخلاص لازم تحطها في حاجة يعني انا وجهة نصر شخصية انا بعمل كده باخد عليها ارباح واخد عليها نسب حتى لو بسيطة اهم حاجة انها بتزيد مش بتقل تمام هو بعد كده لما بنخرج من البير ماركت هتقدر لما الاسعار ترتفع هتقدر تعملها تسحبها وتبيحها تمام فده يعني بدل ما الفلوس موجودة على المنصات بدون فايدة تمام وان شاء الله معاكو بكرة بعده وإلى اللقاء في حلقة القادمة سلام يا جماعة